اشتركوا في القناة وبعد حضور روزي العرض الاول لفيلم تذكر لم يستطع مستخدمي الانترنت التوقف عن الحديث عنها وهل يمكن ان تكون هذه بداية لدخولها عالم التمثيل في هذه الاسناء يوم السامن والعشرون من اكتوبر اصدرت وكالة واجي مرصق تعلن بها عن تواريخ ومواقع الجزء الاسيوي من جولة بلاك بينك العالمية بورني بينك وستؤدي الفتيات في تسع مدن مختلفة في اكبر ملاعب اسيا بما في ذلك اضافة عروض جديدة الى الجدول المعلن عنه سابقا كما انهم سيكون اول فرقة فتاة في العالم تقيم حفلا منفرد في كل من الرياض وابو ظبي قال جيمس رئيس مؤسسة تعيش امة الشرق الاوسط ان البوبالكوري شهد ارتفاع كبير في شعبيته في السنوات الاخيرة وبلاك بينك كانوا في مقدمة هذه الحركة كونهم من اشهر المجموعات على مستوى العالم الان ويصعد لايف نيشن ان تكون قادرة على جلب هذه الفرقة المميزة الى الامارات العربية المتحدة لاول مرة كذلك لعب البلينك في كل من امريكا الجنوبية والهند دورا كبير في شعبية بلاك بينك لانهم تصدروا قمة البلاد الاكثر استماعا لاغاني بلاك بينك والان يشعر المعجبين بخيبة امل من وكالة وجه لانها لم تخطط لاي حفلة موسيقية هناك وفي يوم السادس والعشرون من اكتوبر انهت فاقت بلاك بينك بنجاح اخر حفل لهم في دلاس ولكن في الاداء المنفرد الخاص بالعدولي سرأت كثير من مستخدمي الانترنت العديد من صفوف مقاعد الجماهير فارغة ووفقا للجماهير التي حضرت الحفل ترك المنظمون المقاعد فارغة عن قصد بسبب تصميم المصرح ارادت الفتيات تقديم افضل اداء للجماهير حيث ان المكان عبارة عن مقاعد دائرية وبالتالي المقاعد التي كانت خلف المصرح لن تتمكن من المشاهدة في الاساس لذلك لم يتم فتح هذه المقاعد للشراء منذ البداية وفي النهاية كان هناك عدد قليل من المقاعد الفارغة من اصل 20 الف مقاعد متاح وهو امر لا يغير شيء قدمت الفتيات عروض مزهلة والان تستعد المجموعة لتقديم المزيد من العروض الرائعة في الحفلات الموسيقية قادمة للجماهير فما رأيك انت في اخبار اليوم ان اعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالاعجاب والاشتراك ايضا في القناة وشكرا لك الى اللقاء